الحمار في مصر يرتبط بالعمل الشاق والمعاناة في ظروف قاسية ودون شكوى حتى أن اللفظ يستخدم كسبة بالبلاد والغباء لكن الأمر يختلف كثيراً داخل كاتدرائية سامبول في قلب لندن الحمير التي تصطف داخل الكاتدرائية اعتنى بها 25 من الفنانين لتبدو في أبها حل لزوارها في معرض في السلام والمحبة اختار المنظمون الحمار كرمز ديني يجمع بين الديانات المختلفة فهو مذكور في القرآن والإنجيل واختار كل من عيسى عليه السلام وعمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين دخول القدس على حمار أيضاً الحمار حيوان مسالم بطبعه وبالتالي فهو الأقدر على حمل رسالتهم للسلام الفنان رضا عبد الرحمن قام بنحت التماثيل وتنظيم المعرض إضافة لاختيار الفنانين المصريين المشاركين فيه أخنا 30 مصري مسيحيين ومسلمين كبار وصغيرين رجالة وستات هتلاقي معظم الأجيال الممثلة في المعرض من أول عنده 20 سنة لغاية جورج بهجوري ربنا ديله الصحة عنده 80 سنة أو قريب من 80 تنوع التصميمات حمير القافلة بقدر تنوع الخبرات وخلفيات الفنانين بالمعرض بعضهم عبر عن ثراء البيئة المصرية في القرية والحضر والمدينة وركز آخرون على مشاكل اقتصادية واجتماعية بينما ظهر تأثير الاتجاهات والصراعات السياسية جلياً على مصممين آخرين باختصار شديد الحمر بيمس الوضع اللي عايشة فيه مصر دلوقتي أو اللي كانت عايشة فيه في الوقت اللي اتعامل فيه الحمر كان مرسي هو اللي بيقود كان الجيش جزء مشترك كبير جد جد في اللعبة بس مش بعين وهما يتحملوا مسؤولية الناس اللي ماتوا في الشوارع جاءت تلك الحمير إلى كاتدرائية سان بول في قلب العاصمة لندن ومعها رسالة بأن الطريقة الوحيدة للعبور بمصر إلى بر الأمان هو في الحوار بين الثقافات والأديان المختلفة رسالة مصحوبة بيد ممدودة بالسلام والمحبة إيناس إسماعيل بي بي سي